اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا خميس بن سعيد الغوشري الشوط التاسع حضرت ذوق لمالك راشد بن سعيد بشاوي لغضلي ست دقائق ثانية وحدة سبعة زامنة ثانية توقيتها زمني سلام وتحية الى بشاوي على هذا الفوز والانتصار الشوط العاشر حضور من شعارات المملكة حيث كانت فنلف ليح بن سويلم اللعنزي بخمس دقائق تسعة وخمسين ثانية وجزا وحيدا من الثاني لتهديها للمملكة هذا الفوز والانتصار الشوط الحادي عشر حضر الواعي لحمد بن سعيد بن حمدان النعمي مسجلا وخاطفا هذا المركز الأول بشت دقائق وتسعة أجزاء من الثاني ثانين والنموس وسلام يا بن حمدان سلام الشوط الثاني عشر كان وضاح لمالك علي بن راشد بالرأيها المري خمس دقائق سعى خمسين ثانية وجزا وحيدا من الثانية والنقطة الثالثة لهالي المملكة في هذا الصباح مع وجودي وضاح الشوط الثالث عشر حضرت مرضية لمالك علي بن عتيج بالقوم الاكتبين محققة ست دقائق ثانيتين وجزاين من الثانية لتنتزع المركز الأول سلام وتحية بالقوم على هذا الفوز والانتصار الشوط الرابع عشر كانت السائحة لمالك سالم بن علي السبوسي معلن الفوز والانتصار بخمس دقائق تسعة وخمسين ثانية وجزا وحيدا من الثانية الشوط الخامس عشر كان شاهين لمالك حمد بن طالب بن شريم المري ست دقائق أربع ثواني جزاين من الثانية وتوقيت الزمني وسلام لهالي المملكة سلام على هذا الفوز والانتصار أما الشوط السادس عشر وهي خامس نقاط هالي المملكة بوجود مطلب علوش بن راجس الدوسري خمس دقائق تسعة وخمسين ثانية جزاين من الثانية وتوقيت الزمني لينهي هذا الشوط أو هذا اليوم مع اسم مطلب وراجس بن علوش وصباح الخير للمملكة وسلام وتحية للجميع هكذا مشاهدين العزاء عشنا مع حضراتكم لحظات جميلة في هذا الملخص القصير والذي كان من خلاله هنا رؤية واضحة لكل الفائزين والمتنمسين والذين يتابعون دائما الأشياء الجميلة والحاضرة والمستديمة لكم شكر جزيلا على المتابعة من أستاذ محمد صبري عبدالله وادي مخرجي هذا السباق وشكرا كذلك لطاقة من العمل الفني جميعا ونحن في انطلاقات سن اللقاية لهذا اليوم يوم الغد بإذن الله تعالى يوم جديد وإشراقة شمس جديدة مع سن الإذاع وسن السمتاع في تمهيد المرمومة الثالث لسباقات الهجنة العربية الأصيلة لحين ذلك من الموعد تقبلوا أجمل تحية من الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة